إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن كيان هذه الأمة والفضائل السمحة التي تتحلى بها نابعة من قيمنا ومن ديننا فالقيم الروحية والشعائر الدينية هي التي يجب أن تحكم حياتنا وتوجه سلوكنا وتكسبنا ما يفترض أن نكون عليه من تماشك وتعاون وتوحد في الفكر والعمل ولقد ظللنا نتوارث ذلك خلفًا عن سلف يسلمه الأجداد أمانةً للآباء ليتركز مع الزمن ويبقى ويصبح دعامةً من دعامات المستقبل بإذن الله وهذه المساجد وهذه الخلاوي من خلاوي القرآن الكريم هي مراكز الإشعاء في حياة الناس وهي التي حفظت للأمة تراثها وصانت عقولها وقلوبها من ظلمات الجهل والخرافة حيلاً من الدهر ورفعت أميتها في زمن كان الجهل فيه سمة العصر إننا أيها الإخوة المؤمنون مدينون لبيوت الله وخلاوي القرآن بكل ما نحن عليه اليوم من صفات إذ لولا هذه البقاء الطاهرة التي يشع منها نور العلم على حياتنا لفقدنا كل تراثنا وانفصلنا عن ماضينا وصرنا نهباً للمتسلطين الذين سعوا وما يزالون يسعون لتصبح حياتنا صورة من حياتهم مهما بلغت التكاليف فواجبنا اليوم أيها المؤمنون كأمة تسعى إلى تأكيد ذاتها وإبراز وجهها الحضاري المشرق أن نربط حياتنا أكثر وأكثر بمصدر من أهم مصادر القوة والإيمان في حياتنا ألا وهو المسجد وأن نجعل منه مرة أخرى مركز إشعاء في حياتنا مثل ما كان في ماضينا أيها الأخوة في الله إن المساجد بيوت الصالحين تتعلق قلوبهم بها ويأنسون بالدلوس فيها وتطيب قلوبهم بملازمتها فهم صواريها العامرة وأوتادها الساهرة ومنائرها العامرة ومنابرها الزاخرة يعيشون فيها كالأسماع في البحار إذا خرجت منها ما ترس قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم ثم قال عليه الصلاة والسلام جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة أيها المؤمنون هناك جملة من الأعمال يلزم القائمين على المسجد أن يلتزموا بها ومن هذه الأعمال الاهتمام بمصافة المساجد وطهارتها فإنها أطهر بقاع الأرض وأقدسها ومنها الاهتمام بخطبة الجمعة فهي في غاية الأهمية في إيصال صوت الحق إلى الخلق ومنها إيجاد حلقات تحفيظ للقرآن الكريم بالمسجد للطلاب على كافة مستوياتهم ومنها إقامة ذروس علمية في المسجد لتعليم الناس كبيرهم وصغيرهم شؤون دينهم ومنها إنشاء مجلس دوري لأهل المسجد يتمعون فيه للتشاور في أمور دينهم ومنها تنظيم الإفطار الجماعي في رمضان أو الأيام الفاضلة والمستحب صيامها ونحن في شهر فضيل حث الشر على صيام فيه وكان عليه الصلاة والسلام يصوم فيه ما لا يصوم في غيره ما لم يكن في رمضان ومنها تكويل اللجنة من أهل الرأي والحكمة والمشورة لإصلاح ذات البين ودفع قواعي الشر والخصومة والقطيعة بين المسلمين ومنها تكويل اللجنة الاجتماعية في المسجد هدفها إصلاح خدمة أهل القرية بما يحتاجون إليه كالسعي في تنظيف الشوارع والساحات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية أيها الإخوة المؤمنون يقول المولى عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذه الآية دليل صريح على أن قداسة المسجد لا يمكن أن تخضع للترتيبات البشرية فالمسجد ليس لطائفة ولا لجماعة ولا لحركة بل هو بيت الله يدخله عباد الله لطاعة الله من صلاة وقراءة قرآن وطلب علم والناس في داخله صواسية فكل الفوارق الطبقية والمراكز الاجتماعية فكل الفوارق الطبقية والمراكز الاجتماعية يخلع الناس عند باب المسجد كما يخلعون نعالهم فيصل الأمير إلى جوار الأجير والرئيس إلى جانب البئيس وأهل السراء بجواء فقراء فهكذا كل يردد الله أكبر يسمعه من بجواره أكبر من السلطان وأكبر من الجاه وأكبر من المراكز الاجتماعية التي ودع لها الناس ترتيبات لا تتجاوز محيطهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا المسجد بالذات أيها الإخوة قد من الله بها عليكم يا أهل البلدة والقرى المجاورة من أخت لكم بعيدة عن أرضكم قريبة منكم بحكم رابطة الدين والإيمان وقصة اختيار هذه القرية كان بتدبير إلهي محض فله الحمد والمنة وله الحكم وإليه الترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولشائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو العفور الرحيم